الفنان والقيمة الكبيرة جدا في حياتنا القيمة الفنية والقيمة الأخلاقية أيضا علي الحجار أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وشكرا طبعا أنه يعني دي تي فرصة أن أنا أبقى معاك لا أهلا وسهلا بك يعني إحنا سعداء جدا أي حد يتمناها شكرا جزيلا شكرا جزيلا أنا الحقيقة كان عجبني تعبير جميل جدا جدا قلته عن والدك وقلت أنا لو حبتدي أي حاجة حبتدي من أول السطر وأول السطر هو والدي الفنان الكبير الأستاذ إبراهيم الحجار إيه حكاية من أول السطر؟ يعني الطفل أول ما بيوع على الدنيا بيبقى ذا أول السطر بالنسبة له لسه الصفحة بتبقى بيضة ولسه لو فيه أسطر هيبقى ذا البداية بداية أول السطر يعني أبويا ما كانش بيقول النصايح بشكل مباشر كان بيتصرف وإحنا نشوف التصرف ده فنقتدي بيه أو نتعلم منه أو كده فهو الحقيقة طول عمره الأسطر بتاعته كلها ما شاء الله كلها ثقافة وفايدة وإيمان ورضا جميل ورحمة وتسامح حضرتك ما عندكيش فكرة الرجل ده قد إيه كان عمره ما زعل من حد عمره ما حقد أو غار يعني ما عندوش الحاجات اللي هي الإنسان بيبقى ليه متطلبات في الدنيا أي فهو ما كانش ليه متطلبات في الدنيا غير رضا ربنا عنه وكان دايما يبقى واقف في اتجاه القبلة يقول لربنا سبحانه وتعالى إن لم يكن بك غضب علي فلاقوا بالي الله دي كانت يعني فلسفته في الحقيقة إنه يرضي ربنا فبالتالي بيرضي نفسه بينام مرتاح جدا جدا جميل فإنه الواحد يشوف كده منه هو صغير صحيح أنا ما طلعتش زيه ويمكن أحمد أخويه اللي طلع زيه أكتر ورقفة اللي عيش في دبي لكن يعني ما هو جينات جينات ونفس الناشئة يعني آآ آآ نفس الناشئة طبعا آآ الجد كان منشد أيوه وأنت يعني تعلمتوا الكرآن وقراءت الكرآن من الصغر بابا دخلنا كتاب أنا وأحمد ونحنا قبل ما ندخل المدرسة الابتدائية يعني قبل ابتدائي قبل ما ندخل الكتاب التقليدي العادي العادي والشيخ محمد برضو كفيف والنشوء في البرتمان والعصايا اللي هي فيها كورة في الآخر عشان من الصوت يسمع مين اللي غلط يضربوا بالعصايا آآ فيعني كانت من الأول خالص المدرسة بالنسبة لنا هي المدرسة الروحانية الطيبة يعني أيوه